رب دارة نافعة من هذا المنطلق ما حصل للقطاع الزراعي العراقي في زمن ظهور فيروس كورونا المستجد إغلاق الحدود وتوقف معظم عمليات الاستراد اليومية من إيران وتركيا زادا من عمليات الاعتماد على الناتج المحلي الزراعي وهو ما دفع على زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالمنتجات التي تحتاجها السوق العراقي اليومية كالطماطم والخيار والبطاطس ومختلف أنواع المزروعات الأخرى مسؤولون في وزارة الزراع كشفوا عن زيادة الانتاج الزراعي بنسبة 30% خلال الأسبوع الماضية من المنتجات اليومية مع ملاحظة استصلاح أراضي مهملة من قبل فلاحين لغرض الزراعة عازين ذلك إلى وفرة المياه وإقبال التجار على شراء محاصيل الفلاحين إلى جانب دعم الوزارة الكبير بالأسمدة والبذور في غالبية المحافظات العراقية وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة يقترب العراق من حصاد 13 مليون دنم من القمح والشعير والأرز وهذه المساحة هي الكبرى منذ سنين طويلة إضافة إلى الاكتفاء الذاتي لأكثر من 15 منتجا زراعيا في الوقت الحالي بينها البيض والدجاج وأنواع أخرى من الفواكه والحمضيات والتي كان يستوردها بشكل يومي من إيران أو تركيا الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظم وضعت خطة زراعية مبكرة وطموحة راعت الاحتياجات الغذائية للبلاد في ظل تفشي جائحة كورونا وكشفت عن قدرة وأمكانيات العراق بالاعتماد على منتوجه المحلي خير العراق لا ينضب فهو بلد زراعي قبل أن يكون بلدا نفطية لكنه بحاجة ماسة لاستغلال موارده في هذا القطاع الحيوي وبناء ما حطمته السياسات الخاطئة ليعبر بأبنائه إلى ضفة الرخاء والعيش الكريم